وفي سياق آخر شارك غبطة البطريار بيرباتيستابات سبالة بمؤتمرين في إسبانيا وبولندا ومؤتمر ثالث في روما بعنوان الصرخة من أجل السلام شارك في المؤتمر الأخير قادة من مختلف الديانات لمناقشة العديد من المواضيع حيث تحدث غبطته في روما حول الأديان والحوار والسلام مركزا على الدور الذي تلعبه كافة الأديان في الحرب والسلام وقال غبطته في خطابه في الشرق الأوسط وخاصة في الأرض المقدسة أصبح الدين جزءا من السياسة ومؤثرا في الحياة الاجتماعية وكثيرا ما يكون مسببا لصراعات مختلفة ولكن هذا ليس ما تطمح له الديانات لذلك بدلا من النظر للفئة الحاكمة يجب علينا النظر للأجيال الصاعدة كشعلة أمل لبناء مستقبل آمن ومفعم بالسلام